أخي يا من تسأل عن ثواب الصلاة في المسجد استمع لهذه الأحاديث الصحيحة العظيمة التي تسعد القلوب أولا يقول الله تعالى في القرآن الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من علامات الإيمان للإنسان أن يصلي في المسجد فإذا كان الإنسان يصلي في المسجد فهذا مؤمن بشهادة القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام اسمع لهذا الحديث العظيم يا أخوة في الله من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح رواه البخاري ومسلم يعني كلما مشيت للمسجد صلي في أي صلاة مشيت في الفجر مشيت في الضور مشيت في العاصر مشيت في المغرب مشيت في العشاء أي صلاة أديتها في المسجد فالله تعالى يجهز لك ضياف في الجنة ضياف من ملك الملوك لو قيل لك في هذه الدنيا إن ملكا من ملوك الدنيا يريد أن يعزمك إلى قصره وعمل لك وحززردة عظيمة كيف سيكون حالك؟ والله ستطير فرحا ستسعد كثيرا ملك من ملوك الدنيا يعزمني إلى قصره وعمل لي الزردة والضيافة شيء عظيم هذا ملك من ملوك الدنيا مخلوق وعبد فكيف بملك الملوك عندما تذهب إلى مسجده وبيته وتصلي له يجهز لك ضياف في الجنة ضيافة ضيافة أكرم الأكرمين في كل صالة تصليها في المسجد يجهز لك الله سبحانه وتعالى ضيافة في الجنة تبقى تنتظرك ليوم لقائه وعيد الحديث العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح يعني الذي يصلي في المسجد مبشر بالجنة بهذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم ويقول الله تعالى في الحديث القدسي اسمعوا لهذا الحديث العظيم يقول الله تعالى يوم القيامة أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتتعجب الملائكة فتقول يا رب ومن ينبغي أن يجاورك؟ أنت ملك الملوك اشكنها السعداء الذين سيكون جيرانك وأهلك فيقول الله تعالى أين عمار المساجد؟ يعني أين الذين كانوا يصلون في المساجد في الدنيا؟ فيجعلهم الله في ضيافته ودار كرامته رواه الحافظ الغزي والألباني في الصلسلة الصحيحة حديث عظيم إخوتي في الله الصلاة في المسجد من خرج إلى المسجد ليصلي في المسجد إذا مات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة واسمعوا لهذا الحديث العظيم بشائر عظيمة والله خرجت إلى المسجد لتصلي فيه فمت في ذلك اليوم فأنت من أهل الجنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل وذكر منهم ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة يعني إذا صليت في المسجد خرجت إلى المسجد للصلاة فيه فمت في ذلك اليوم فأنت من أهل الجنة والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه ويقول صلى الله عليه وسلم هذه البشارة أيضا بشارة لأهل المساجد اسمعوا يا إخوتي في الله لهذه البشائر يا من لا تصلون في المساجد لا تضيع عليكم هذه البشائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بالنور التام يوم القيامة تكون ماشي على الصراط ونرجع أن نمتحتك يوم القيامة ويأتي نور المساجد ونور تلك الخطوات التي كنت تمشيها إلى المساجد في صلاة الفاجر في صلاة العشاء فيأتي هذا النور فيسر لك الطريق إلى الجنة وأنت فوق الصراط والناس تتساقط في نار جهنم في ذلك الهول العظيم وأنت معك نور من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك تمشي فيه حتى تصل إلى الجنة بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة اسمع للبشار الأخرى لمن يصلي في المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة في جماعة من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة يعني في المسجد فهي كحجة فهي كحجة والحديث رواه أبو داود والطبران والألبان في صحيح الجامع يعني كل صلاة تؤديها في المسجد ثوابها لك عند الله كحجة كأنك حججت كأنك حججت سافرت إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة وأديت مناسك الحج صالة واحدة تصليها في المسجد يكتب لك بها ثواب حجة ثواب حجة بلا مشق ولا تعب وروي عنه صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا يعني متوضئا إلى صلاة مكتوبة يعني إلى المسجد يؤديها في المسجد فأجره كأجر الحاج المحرم كأنك حاج حججت حججت بيت الله الحرام رواه أحمد وأبو داود والألباني في صحيح الترغيب واسمعوا لهذه البشارة الأخرى أيضا لأهل المساجد الذين يصلون في المساجد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة رواه الطبراني والبيهقي والألباني في صحيح الترغيب هذا الحديث العظيم يوضح ويبين أن أهل المساجد الذين يصلون في المساجد يوم القيامة عندما يمرون على الصراط القنطرة التي فوق نار جهنم خطيرة جدا فإنهم يكونون من الناجين يوم القيامة لأن الله تعالى يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث وتكفل الله لمن كان المسجد بيته يعني كان يصلي فيه بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة يعني مشد قزفق الجهنم بأمان وسلام لن تسقط فيها سيثبت الله قدميك التي كانت تمشي إلى المساجد في الدنيا وتصلي في المساجد حديث عظيم يا أختي في الله حديث عظيم واسمعوا لهذه البشارة أيضا بشارة عظيمة لأهل المساجد اسمع روية في الأثر ثلاثة يضحك الله إليهم الله يستبشر بك ويفرح بك إلى ثلاثة الله سبحانه وتعالى يضحك ويستبشر ويفرح بثلاثة من هم هؤلاء الثلاثة وذكر منهم الرجل إذا قام بالليل يصلي الرجل إذا قام بالليل يصلي يعني الناس نعسين أو في لهوهم وسهرهم على الباطل وهو يقوم يتوضأ ويصلي قيام الليل لا يراه إلا الله والقوم إذا صفوا في الصلاة يعني الناس منه أي يصليوا في المسجد ذلك الصفوف في المسجد عندما يصطفون وراء إمام واحد ويصلون في المسجد صلاة الجماعة الله يضحك ويفرح بهم ومن ضحك الله إليه في الدنيا فلا حساب عليه في الآخرة اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربك إذا ضحك إلى قوم يعني في الدنيا فلا حساب عليهم يعني في الآخرة والحديث رواه الطباراني والألباني في السلسلة الصحيحة إنها بشرى عظيمة من ضحك الله إليهم في الدنيا لم يحاسبهم في الآخرة ومن هم الذين يضحكوا الله إليهم ويفرحوا بهم في الدنيا الذي يقوم الليل والذي يصلي في المسجد في الجماعة فهنيئا لأهل المساجد هنيئا لمن وفقهم الله للصلاة في المساجد فصلوا يا إخوتي في الله في المساجد حتى تنالوا هذه البشائر العظيمة فالدنيا فانية والعمر ينقضي فاستثمروا دقائق أعماركم في هذه الصلاوات وفي الخطوات إلى المساجد نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات والمحافظة على الصلاة وحسن الخاتمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة